يارب كل يعمل اشتراك في القناة يارب يدخل الجنة قصتنا اسمها سندريلا بوب قصتنا بتتكلم عن بنت وتتعرض لمضايقات كتيرة من مرات ابوها وبناتها الفيلم بيبدأ على حفلة بنت اسمها سنتيا بتقول انها كده فعلا بتحقق حلمها وانها تكون منصقة اغاني في الملاه الليلية وبتيجي بترسة تقول لها فوق يا ماما وفعلا طلعت بتتخيل وهي قاعدة في حفلة كلاسيك وبتقول ان حياتها زي الحفلة لانها عارتها كلها مؤمنة بالحب واصحابها بيشوفوها في الحفلة ومعجبين بشكلها ولبسها وراحت لرافة ومنصق الموسيقى في الحفلة وبتدي له اغنية عاوزة تعملها مفاجأة لامها وابوها وفاجأة حد بيحدفها بحاجة في دماغها وبتبص وراها بتلاقي فريدي بيرنس وبيحكي ازاي هو شايف الحفلة وبتكلم مع بنت اسمها بي وبتقول له انه ما بيعملش حاجة في حياته غير انه بيفضل قاعد في البيت والليوم ويقلف اغاني عن الحب وبيقابل منظمة الحفلة بتريسا وبتقول له انه ما ينفعش يلبس كوتشي في حفلة زي دي ولو ما راحش يلبس جازمة مشتخليه يعزف وبتاخد من الكوتشي وبترميه فبيكي على رأس سينتيا والموظفة بتحكي لها على فريدي بس سينتيا قالت لها حرام عليك خليه يعزف وسينتيا بتعزف اغنية حلوة جدا على البيانو وابوها واموها بيرقصوا عليها بس سينتيا سرعت الموسيقى ومرة واحدة لدرجة ان ابوها واقع في البسين وسينتيا اعتذرت له بس سبها ومشي وهو متعصب وبدرسا صلاطت بنتها ترفع السطارة عشان الناس تشوفها ويتكلم مع سيزار ابو سينتيا وبتحضنه وهو ما كان شموافق اصلا بس كانت عاوزة تعمله مشكلة وبعدها حياة سينتيا تحولت كتير بعد ما سابه البيت لابوها هي وامها وسينتيا دايما مبسوطة وبتعيش حياتها وزاكرت كويس عشان تاخد الملحة وتدخل الجامعة وكلهم بيتوقعوا لها بمستقبل حلو سينتيا مهتمة دايما باخبار الموسيقى خليتها شايفة ان الحيوانات احسن من الرجالة بكتير وبالحاول تمثل مشهد بس سينتيا ورافا بيتتريقه ورافا بيعلم سينتيا ازاي تكون منصقة دي جي وخليتها بتيجي ترقص معاهم وسينتيا نفسها تاخد المنحة وتسافر لندن لارا صح بتسينتيا بتكلمها عشان يروحوا المدرسة وبتعدي عليها وبيروحوا بالعجلة بس بنت باتريسا واسمها غارزلي كيم بالعربية وبالتريق على سينتيا ورارا وبيقول لهم ان التخان بس اللي بيحب يركبه العجل عشان يخصه ورارا بترد عليها وتقول لها مش احسن من اللي بيروح الجم عشان يتصور بس فالبنت اتغزت واماها قايت لها ما تردش عليها وابقي خص شوية هي دي الحقيقة واكد بتوجع ويلا بقى انزلي من العربية غريازي بتقول لبنات في الجامعة ان فريدي بيرونس هو اللي عيزة في الحفلة عدميلا ده وفعلا فريدي بقى نجمة الشهور وبيوقف جنبه على طول وغريزي بتغيز سينتيا بفريدي وسينتيا قايت لها وفيها ايه انا اصلا مش بحب بقى غنيه سينتيا روحت البيت وخلتها قابلتها على الباب واقعت لها تعالي بسرعة رفع عاوزك تغني في حفلة بسرعة وفعلا راحت الحفلة وطلعت حفلة ناس عواجيز وكل شوية هيقول لسينتيا وطي الصوت شوية وبنات باتريسا جرازي وغرازي بيتخنقوهم وامهم بس شافت سيزار من بعيد وعمروا نفسهم ملائكة وهو مصدقهم وبيقول لهم يا رب اشوف سينتيا بنتي زيكم كده في الطيبة باتريسا بتقول لأولادها انها تعمل كل جهدها عشان يفضلوا في العز ده وتزودوا اكتر سينتيا عندها امتحان في المدرسة والمدرسة عرفت ان هما بيغشوا بالموبايل ومنعت دخول الموبايلات للمدرسة ودارها بتحب اندري زميلهم بس هوا مش حاسس بيها اصلا رافع عنده فرح ومشاهدة يروح وطلب من سينتيا تروح بتاله هماشي هكلمهم بس بشرط انا بعدتلك دعوة حضورة عيد ميلاد غرازي وجرازي لو جيتها حالي المشكلة وهي رافضت وحكت لخياتها على اللي حصر وقالت لها انه يبتزه وخياتها قلت لها ما كانش المفروض ترفض العرض بس سينتيا قلت لها انا اصلا كده كده عندي حفلة تانية وسينتيا راحت عشان تعذف الحفلة واتفاجأت بابوها قدامها وبيشكرها انها جات الحفلة وسينتيا طبعا فهمت انها هطلعت حفلة عيد ميلاد كرازي وغرازي والبالب يقولوا ان نصك الدي جي تأخر وقبل ما تقول لهم الحقيقة فريدي وصل وسينتيا بتكلم خالتها ولقيتها قدامها بتنط مع رسولة عشان معها اشدعوة وجبت لها لبس وماسك عشان محدش يعرفها سينتيا لبسة الماسك ووقفت تنصك الدي جي وهلينا خالت سينتيا سلمت على سيزار وباتريسا دايقتها شوية وباتريسا طلبت من سينتيا تشغل اغنية لفريدي دخل لي جاهز نفسه وبيه بتساعده وعاولز يخرج يشوف ميم شغل وليبس وخرج عشان الموسيقى اللي بتشغلها سينتيا مش عقباهم فريدي راح واقف جنب سينتيا وقال لها انها مختلف عن كل اللي في الحفلة وهي بتحاول تقنية ينزل تحت وهيقول لها ليه بتغيري في اغاني فريدي قيلتها عشان تحلي وحشيتها شوية لانها رومانساة وهي مش مقتنعة بالاغاني دي وقال لها انه مقتنعة بالحب من اول نظرة بس ممكن ما يكونش اول نظرة كما يمكن القلب يحسها لطول وقال على المص وعرفت انه فريدي وسألها عن اسمها وقالت له سينتيا بتغيرها دمعة تانية بس نيسي تفردت الكوتشي على الارض وراحت عشان تحضر الحفلة وفريدي طالع على المصرح يغني وبترسها بتحاول تدايق سينتيا وتقول لها ان ابوها مصوت معاها اكتر فريدي بيقول للجمهور انه عاوز يرقص مع السندريلا رغم انه ما يعافش شكلها وبترسة عرفت الحقيقة وقالت لسينتيا لو روحت ترقصي معاه هقول لابوكي كل حاجة وان ان انت منظمة الدي جي وفريدي متضايق ان السندريلا ما ظهرتش ولقى الكوتش بتاعها لارا وسينتيا بتكلموا عن اللي حصل ولارا شغالت اغنية لفريدي سينتيا بتقول لها اقفليها عشان اعرف اركز في المذاكر فريدي راح لبترسة وقالت له ان بنتها هي اللي كانت لابسة لماسك وقال لها انه معجب بيها وقالت له انها موافق ان هم يتجوزوا وقعدتوا ان هتزبط لكل حاجة وطلب يقابلها وقالت له مش دلوقتي هرتب لك معي سينتيا ودارا راحوا لمدرسة ودارا هتتجنن على اندريا وناد التعليق هو بيلعب كورة وعزمهم هو وصاحبه على حفلة في مالها ليلي ولارا قالت لهم ان سينتيا مش هتروح لوحدها لازم نروح للارباع سينتيا بتحكي خاليتها على اللي حصل وبتقول لها انها مضطرة تروح وانها فعلا بتحب المكان ده خاليتها بتقول لها ان رافي مش عاوز يقابلها في المكان اللي هي بتحب وهي مستغربة لانه طول عمرهم بيتقابلوه هناك وسينتيا راح للحفلة وبتقول لاصحابها انها من زمان نفسها تغذب في المكان ده فريدي كان هناك هو وبي وحاسس انه هيقابل سندريلا هنا وبي بتقول له خليك هادي لانه فعلا هيقابل غرازي اللي فكرها سندريلا لارا طول الوقت بتعاكس اندريا وطلب منها تجيب لطوطة عشان يخلص منها وراحت جابت له وهي ماشي خبطت في بي ووقعت عليها السودا بي قالت لها انها سماتها بتتكلم مع اندريا وحاولت تخليها تتقل عليه بس هي مش فهم حاجة فريدي حاسس ان غرازي مرسندريا وهي مسكة فيه وسينتيا شافتهم وقالت لارا لازم نمشي وفريدي قاعد مع بي بيتكلمه عن غرازي انها هي مرسندريلا رافا راجع من السفر وراح لسينتيا بس سأل لها انه جاي وادحها بس عنده خبر حلو انها هتشتغل في مالها اللي طول عمرها بتحلم تشتغل فيه وكانت مبسوطة قوي وسلم عليها ومشي وهو ماشي باتريسا اتصلت بي وغيرت اسمها وسألتهم عن منظمة وقال لها انها هتشتغل الاسبوع الجاي في مالها ميدنايت هلينة زعلانة عشان رافس ابها فريدي كار يسجل رسالة على الفيس عشان يوصل لسندريلا وطلب منها تجيب فردة الكوتش بتاعتها عشان يتأكد ان هي سندريلا بجد. المدرسة في المدرسة قالت لسينتيا انهم استصنوها من قرار التليفون عشان ابوها كلمهم وهي كلمت امها وقالت لها وكانهم مبسوطين باتريسا راحة لسندريلا تقول لها انها جاية تاكل معاها وقالت لها انها عرفت انها تشتغل منظمة وحددها انها تقول لابوها لو مساعدتها عشان تجوز غرازي لفريدي وكانت عاوزة فردة الكوتشي وسندريا وافقت انها تديها الكوتشي فعلا بس لما خليتها زعاقت لها قالت لها انها هدتها لفردة الغلط وضحكوا عليها ومرض ابوها قالت لابوها انها بتشتغل منظمة عشان تنتقم منها وروح خدها من هناك وزعق لها واخدها تعيش معاه وقال لها ان رغم الظروف هو مبسوط انها جات تعيش معي سنتيا قالت لمرض ابوها ليه عملت كده قد لاشن كنت عاوزة تروحي لفريدي وكان لازم ابعادك عنه وسنتيا قالت لها انها هتقول لابوها الحقيقة وايصدقها ومرض ابوها قالت لها ترهنيني صوتت فجأة ولما سيزر جيه قالت له ان سنتيا كان بتضربها وابوها زعق لسنتيا وصدق مرات وقالت لها انها كده كذبت الرهوان بي راحت للبنات وقالت لهم انها عاملة بس مباشر وفريدي شايفهم واللي هتجيب فردة الجزمة هتروح معها لف غرازي ومها كانوا هناك وراحوا لفريدي ومعهم فردة الكوتشي بس تصدمت لما فريدي قال لها انت بيتهزري لا طبعا مش هو ده الكوتشي وغرازي حاول التأثر على فريدي وقال لها انه حاسس بيها بس لازم يلاقي امرته وبيل كانت بتصور كل ده سنتيا شايفة ده كله زعلانة والورة بتحاول تخفف عنه لالا قايت لها ان فريدي هيغني بحفل التخرجهم في المدرسة وقايت لها ان لسه عندها فرصة وانها لو ما كانها ما كانتش هتستنى الحفلة مرات ابوها تصلت بالمدرسة وقايت للمديرة اني سيزار كرر يتبرع باجهات الكمبيوتر للمدرسة وقايت لها انها تبعت لهم موظف عشان يشغله والموظف هكر الاجهزة عشان مرات ابوها تقدر تدخل على نظام المدرسة وبعلن دخلت على بيانات سنتيا وغيرت في درجات امتحاناتها وسنتيا قايت لهم انها مش هتحضر الحفلة عشان ابوها معاقبها بس مرات ابوها تحيلت عليها عشان تخليها تروح بس سنتيا قايت لهم انها ما عندهاش لبس تروح بيه وابوها قال لها انه هيكلم محل الملابس ويجيب لها فستين وسنتيا قررت تكلم ابوها عن منظمة وتقول له انه حلم حياتها سنتيا اختارت فستان ومرات ابوها بتقول لها هاتي اكوي بس لسنتيا قيت لها لأ هكوي انا مرات ابوها داخلت كلم مع سيزار عنها وبسوطة ان سنتيا طلعت من المتفوقين وقيت لو عوزين نشوف درجاتها على موقع المدرس سنتيا حطت تليفونها يشحن وراحت تكوي الفستان مرات ابوها بعتت بنتها تقول لسنتيا ان ابوها عاوزها وجاب من وراها حطت المكوى على الفستان وصابتها وراحت لسيزار عشان تشوفهم وهما بيجيبوا الدرجات من على النيت ابوها قال لها ان درجاتها وحشة جدا والنها سقطت في مدتين وهي قيت له انت اكيد بتهزر انا درجاتي ممتازة ومرات ابوها قيت لها ما هو برضو صعب تزاكر الصبح وتشتغلي بالليل اكيد هو ده السبب وهي بتقول لهم لا اكيد في حاجة غلط وابوها بيقول لها انه مصدوم فيها ازاي هتعيد السنة ومرات ابوها قالت لها تلاقيها كانت تقول لك بعد الحفلة وسنتيا بتقول لها انا متأكدة من درجاتي انا مش بكذب وفاق اختها صرخت وقالت حريقة وكلهم جريو سنتيا راقت فستانة حرق وقالت لمرات ابوها انت خبيثة انت عاوزة مني ايه واجمت عليها عشان تضربها وابوها بيحاول يبعدها عنه وابوها قال لها انها كانت معاهم طول الوقت يبقى ازاي عملت كده ابوها اخدها معايا وقال لها انت متعقبة ومش هتروح معنا انا اروح احضر الحفلة مع اخواتك ولما ارجع عن اتكلم لرا في الحفلة بتتصل باندريا ومش بيرد وفاجأة شافته جاي مع بنته بيبص على التليفون ولرا بتتصل وبيضحك ولرا شافته وفضلت تعيط لرا حاولت تتصل بسنتيا بس طبعا تليفونها مش معاها اتصلت على البيت مرات ابوها ردت وقالت لها محدش يتصل في الوقت ده وقفلت في الشهر فريدي قاعد زعلان عشان نفسه يشوف سندريلا وبيبي تحاول تخفف عنه هاني انا اطلب مع رسوه وراحت لسنتيا وبسط لها من الشباك وقالت لها انها جاي تاخدها عشان بس ده رأيت لها ان في حراسة على فريدي كتيرة وسنتيا قاعدت لها ان لو عزبت ممكن يسمعها هي لانا شافت رفا مع بنتي تانية وراحت له عشان تتخانق معاه وتضربه فادت وسنتيا واقفت تتفرج عليها بس رفا قال لها ان مفيش بنتي تانية في حياة وقال لها انه ما يعرفش البنت دي اصلا وابو مرة يشوفها هي لانا قاعدت له انها بتحبه وعاوزة ترجع له ورافا قال لها انه بيحبه سنتيا سلمت على رفا وخدت مكانه على دي جي مرات ابوها بتسلط ابوها عليها وعاوزة يبعدها عن خالتها وعن رفا سنتيا كانت بتغذف ولاقيت فريدي وراها وقال لها انت مش بتحبيني وانه يدور على واحدة تفهمه وتحس بيه بدلا ما يكون مهرج قدامها وحاولت تتكلم معاه بس مرضيش اسمعها وسبع ومشي بي تلعت على المصر عشان تقدم فريدي وفعلا طلع يغني والبنت اللي مع اندري سابته ومشيت وشتمته ورجع يكلم لارا بس لارا قالت له خلاص الفرصة راحت زي ما كان بيقول لها على طول سنتيا بتعايت وعايزة تمشي ودارا حاولت توقفها وفاك افريدي طلب يرقص معاها وقال اسمها بالكامل وطبعا رغم خوفها من ابوها راحت وغروازي هتموت من الغيز امراد ابوها اقتلاها مش هترقصي وقالت له منها يتعيد السنة وقالت لامها قدام الناس انها شافتها وهي اللي غيرت درجات سنتيا سنتيا ومها جات لها عشان تشجعها وطلت على المسرح وفريدي لبسها كوتشي وغنالها كمان وغروازي تغيرت للاحسن اما غروازي عمرها ما هتتغير هل انها رافع مبسوطين مع بعض وبترسة سابت بناتها لسزاري ربيهم ورجع تعيش في بيتها القديم تاني ولازم تتحمل اوامل امها في تنظيف الشقة فريدي بيغني وسنتيا بتنظم الدي جي مبسوطين مع بعض وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو تشتوش تعملوش تشترك في القناة الاولانية والتانية اشتركوا في القناة الاستغرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة